السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد الذي سأعلق فيها عن تصريحات زعيم جماعة أنصار الله التي وجه فيها تحذيرات للدول العربية من مغبة المشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنجرارها لتسهيل العدوان الأمريكي على اليمن وهل فعليا يمكن أو هل هناك دول عربية اليوم تشارك أو تسهل العدوان الأمريكية على اليمن وثانيا بخصوص اتهامه المملكة العربية السعودية بأنها توجه خدمات لإسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية من خلال منع الحجاج اليمنيين من العودة إلى اليمن ما خلفية هذه التصريحات وكيف يمكن أن نفهم ونقرأ هذه التصريحات هل فعلا الخطأ من المملكة العربية السعودية أم هو من صنعاه الحقيقة سأعلق على هذه التصريحات لكن اسمحوا لي أن أقول لكم في البداية أنه يعني هذا الفيديو بذات أنا صورته تقريبا يعني عدل فيه تقريب ثلاث أو أربع مرات لأنه كل مرة نحمل الفيديو اليوتيوب يبقى يراجعه ويعمل عليه ملاحظة ففي بعض المواد شلتها كنت حدثت على يعني تطورات في غزة والمفاوضات في غزة فيعني رفض اليوتيوب قبول الفيديو أصلا فشلت الفقرة الخاصة بغزة واكتفيت بالفقرة الخاصة باليمن حتى أجد حل ومع ذلك يعني أنا وضعت تصريحات زعيم الجماعة فرفضوا تمرير الفيديو أنا علي رقابة شديدة جدا حقيقة فيعني سأكتفي بما جاء في هذا الفيديو الآن حتى أجد حلا لهذا الموضوع إن شاء الله في القريب العاجل على كل خلينا نعلق على تصريحات زعيم جماعة أنصار الله حقيقة يعني الموضوعين الموضوع الأول هو محاولة الولايات المتحدة الأمريكية جر دول عربية معها في عدوانها على اليمن ويعني حسب ما فهمت من هذه الكلمة أن أنصار الله ليس لهم أي دليل الآن على أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل يعني القواعد العسكرية الموجودة في بعض الدول العربية السعودية أو الإمارات أو قطر ليشني غارات على اليمن هذا الواضح من هذا الكلام لأنه لو فعلا تم استعمال قواعد العسكرية لكان هناك أرد مختلف من قبل جماعة أنصار الله أو حتى تصريح مختلف ويعني إدانة لتلك العمليات وأكثر من إدانة أنه سيكون هناك تحرك لكن هذا الكلام يأتي في سياق طبعا سياسي وأيضا في سياق تحذير لما ربما قد يحصل في المستقبل ولكن يجب أن نستذكر خلوني معكم ليس هذا أو هذا تصريح لمسؤول دفاع أمريكي يقول أنظمة الدفاعية الساروخية الأمريكية الموجودة في السعودية ممنوع على الأمريكيين استخدامها ضد الحوثيين وقد كشف مسؤول دفاع أمريكي عن إجراءات وضعتها السعودية للحد من استخدام القوات الأمريكية لأراضيها وأجوائها لضرب جماعة الحوثيين في اليمن ونقلت فانتسكا نيوز عربية مقرها الإمارات عن مسؤول دفاع أمريكي قوله أن الرياض سمحت للطائرات الأمريكية المقاتلة بالتزود بالوقود فقط من مطارات القواعد العسكرية في المملكة وأوضح المسؤول الأمريكي أن الأنظمة الدفاعية الساروخية الأمريكية الموجودة في السعودية ممنوع على الأمريكيين استخدامها ضد الحوثيين هذا يعني طيب سيأتي من يقول لي التزود بالوقود تزود بالوقود يعني عادي أنه في أي عبارة طائرة تنزل في مطار تتزود بالوقود ثم تطير يعني تأتي من مكان آخر فقط تهبط وتتزود بالوقود بالواضح أنه الآن أن المملكة العربية السعودية وضعت خطا أحمرا وكان فيه حقيقة محاولات ليش أنا قلت في الفيديو السابق بخصوص تدوين تحية سريعة اللي قال فيها ثلاثة أيام قلت أنه لو فرضا افترضنا أنه هذا تهديد المملكة العربية السعودية وأنه أنصار الله سيقومون بضرب المملكة العربية السعودية إن لم كذا إن لم تفعل فهذا سيسعد الولايات المتحدة الأمريكية لأنه هذا ربما سيقود المملكة العربية السعودية لتغيير موقفها وبالتالي ستصبح الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل القواعد العسكرية في المملكة العربية السعودية للانتلاق منها لضرب اليمن واستعمال كل الأنظمة الدفاعية والجوية المتاحة الموجودة في المملكة العربية السعودية ولذلك يعني الآن الواضح أن المملكة العربية السعودية لا تريد أن تدخل في هذا التصعيد المملكة العربية السعودية واضح أنها اتخذت قرارا بالتهديئة والمضيف التهديئة وتهديئة الملف اليمني خاصة بعد الاتفاق مع إيران اتفاق مع إيران يعني تحدث عن كل هذه الأمور تهديئة في اليمن تهديئة في سوريا ليش السعودية أعادت سفيرها إلى سوريا؟ بعد سنوات من المقاطعة وأصبح الأسد معترف به الآن مرة أخرى ويعني فيه تهديئة أيضا وفيه تحاور في الملف اللبناني مع إيران ومع حزب الله هذا نتيجة الاتفاق اللي عقدته المملكة العربية السعودية مع إيران طبعا سيأتي بعض الإخوة من أنصار الله يقول لي لا إحنا إيران لا تتدخل فينا وهذا قرارنا وفي علاقتنا مع السعودية ولهذا المملكة العربية السعودية عملت مفاوضات مع جماعة أنصار الله استمرت لمدة سنتين بوساطة من سلطنة عمال ولذلك تلك المفاوضات يعني جعلت هناك أتركوا لي التصريحات السياسية على جم لأنه فيه تصريحات أنا وسأعلق على تصريح السيد عمالك أنه فيه تصريحات صراحة يعني مش مفهومة أنت اليوم عملت مفاوضات لمدة سنتين وفيه أخبار على أنه المملكة العربية السعودية أرسلت عثمان الحدي نائب رئيس الفريق الاقتصادي في حكومة مجلس القيادة الرئاسي إلى صنعاء قبل العيد أرسلته إلى صنعاء في الطائرات التي تقل الحجاج الطائرة التي تذهب من صنعاء إلى جدة تقل الحجاج أعادته مع تلك الطائرة إلى صنعاء ليتفاوض مع صنعاء حول أمور اقتصادية بالتالي ما يجري وراء الكواليس مش مثل التصريحات دائماً عنا في التصريحات أنه أمور السياسية هذه ترى التصريحات التصعيدية فبالتالي فيه تقدم فيه تقدم ومشاورات والسعودية تريد التهديئة وأنصار الله أيضاً من مصلحتهم أقول لكم هذا الكلام أنصار الله من مصلحتهم أنه يكون فيه اتفاق مع المملكة العربية السعودية وتعاون مع المملكة العربية السعودية أقول لكم شيء من الآخر أنه مصلحة أنصار الله هي مع السعودية وليس مع إيران في المستقبل إيران شنو تعتيك هي؟ إيران تعتيك السلاح تعتيك الخبرة العسكرية يعني في النهاية اليمن منذ القديم عندها السلاح وعندها مصادر سلاح والسلاح موجود وفيه قدرات على التصنيع من اليمن حتى يعني تم تدريس بعض العسكرين اليمنين تصنيع الأسلحة أو صناعة الأسلحة الباليستية من السوفيات سابقاً فالعقل اليمني قادر على التصنيع وأيضاً فيه خبرات إيرانية لن ننكر هذا أنه فيه خبرات إيرانية تعطى لجماعة أنصار الله وخاصة في موضوع الساروخ الفرد سوتي هذه تكنولوجيا إيرانية موجودة عند إيران وليست عند اليمن لكن استطاعت جماعة أنصار الله أن تصنع من خلال هذه التكنولوجيا استطاعت أن تصنع ولكن يعني يعني هل القوة العسكرية هي من تصنع دولة قوية اقتصادية؟ لا اليمن يعني مصلحتها مع السعودية تعرفوا فيه تعاون تجاري فيه ناس يشتغلوا في المملكة العربية السعودية فيه عشرات الألاف من اليمنين يشتغلوا في المملكة العربية السعودية حتى الآن الموجودين في مناطق سيطرة صنعاء يذهبوا للسعودية يشتغلوا ويعني يجلبوا معهم الريال السعودي ويحرك الاقتصاد ففيه تعاون وحتى في ظل ظروف هذه الحرب فيه تعاون فيه الفلاحة يعني صدروا بعض الغلال المملكة العربية السعودية الآن موجودة تعاون وهذا تعاون يمكن أن يتدعم أكثر في المستقبل وأهم نقطة من كل هذا خلاف التعاون الاقتصادي إيران لن تستطيع أن تجلب الاعتراف الدولي لجماعة أنصار الله فرضا لو انتهت الحرب وكان في حكومة متفق عليها فيها أنصار الله وفيها بقية الأطراف أو حكومة أنصار الله مثلا لو سلمنا بهذا من سيجلب الاعتراف الدولي لحكومة أنصار الله بالله أصحاب التعليقات اللي يقول لك احنا لا نحتاج إلى اعتراف دولي يعني أرجوكم كونوا واقعين شوي احنا الآن موضوعين ولا مش هذا وقت يعني يعني كلام هكذا مجرد كلام احنا الآن نتحدث على أمور واقعية من سيجلب الاعتراف لأنصار الله هي المملكة العربية السعودية ليش لأنه بحكم العلاقات وبحكم أن المملكة العربية السعودية هي من قادة هذا التحالف واليوم تريد أن تأخذ دور الوسيط المملكة العربية السعودية يعني عندها علاقات كثيرة مثل إيران إيران يعني معزولة دوليا نوعا ما وعليها عقوبات فلم تستطيع أن تجلب أي يعني اعتراف لحكومة أنصار الله ولكن السعودية تستطيع ولذلك مصلحة أنصار الله هي في استمرار التفاوض مع المملكة العربية السعودية تعاون اقتصادي من مصلحة أنصار الله تعاون اقتصادي مع المملكة العربية السعودية في كل المجالات التعاون مع المملكة العربية السعودية هو الذي يمكن أن تستفيد منه صنعاء وبالتاني يعني دائما الجيران احنا مثلا تونس تونس دائما تونس الجزائر ليبيا التعاون كبير جدا بينهم جيران في نهاية الأمر حتى ولو توجد خلافات في بعض الأحيان ولكن التعاون يعني هو المصير المشترك بين البلدين يعني بلد عند حدود معك لمئات الكيلومترات من المهم جدا ويعني أصلا برغبتك أو بدون رغبتك يجب أن تتعاون معها والشيء الثاني بخصوص هذه التصريحات لزعيم جماعة أنصر الله وأنه تهم المملكة العربية السعودية بأنها تقدم خدمة للعدو الإسرائيلي طاعة للأمريكي من خلال احتجازها للحجاج ورفضها فتح المجال الجوي لطائرة تأتي من صنعاء لنقل الحجاج يعني لكي تفهموا هذا الكلام أن صنعاء تريد أو طرحت على المملكة العربية السعودية أنه ترسل طائرة من مطار صنعاء من الطائرات المحتجزة لنقل الحجاج وهذا منطقياً وعملياً لا يمكن لأنه فيه قانون دولي بخصوص حركة الطيران وفيه اتفاقيات دولية يعني أنا لا أعتقد أنه مش لا أعتقد يعني هذا أمر واضح لا يحتاج أنه لا هذا يحتاج موضوعية في النقل اليوم المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تقبل أنه تأتي طائرة من حكومة غير معترف بها في نهاية الأمر هذه مش أمور بالقوة والله تأتي بالقوة ويجب أن نفرض رأينا بالقوة لا في واقع ومتالي أنا استغربت هذه التصريحات ويبدو أنه تدوينة العميد يحيى سريع اللي كتب فيها ثلاث أيام هي كانت تحذير إما تقبلوا بهذه الشروط أو يعني سنقوم بقصفكم وأعتقد أنه مثل هذه الطريقة تعرق المفاوضات وتعرق البناء الثقة بين الطرفين وهذا هو المهمة الحقيقة ليش؟ لأنه في أشياء معقولة يمكن أن تطلب ويمكن حتى أن تأتي بالقوة في أشياء حتى القوة لا يمكن أن تنفع معها أنت اليوم تطلب بناء السعودية أن تفتح المجال الجوي لكي تستقبل طائرة من حكومة غير معترف بها يجب أن تفهموا هذه الصورة هذا لا يمكن حتى إيران حليفة أنصار الله اليوم لا يمكن أن تستقبل طائرة من صنعاه اليوم جماعة أنصار الله لديهم الطائرات ولديهم من يقود الطائرات ولكن لا يستطيعون حتى إن رغبوا لا يستطيعون تسيير رحلة نحو إيران أو سوريا مثلا لأنه في قانون دولي في اتفاقيات دولية في الطائرة قبل ما اتطير من المطار يجب أن تأتيها الموافقة من هيئة الطائران المدني العالمي ويكون مخطط الرحلة وكل شي يعني مش هكذا والله شغل المحرك ويلا طير هذه الأمور لا تأتي بهذه السؤولة وبالتالي يبدو واتضح حسب ما فهمته من التدبينات ومن التفاعلات أنه صنعاه يعني حذرت السعودية أنه إن لم يتم حل مسألة الحجاج اليمنين فأنها ستصعد عسكريا وأعتقد أنه هذا استراتيجيا خاطر أنا هذا رأيي استراتيجيا هو التصعيد العسكري خاطر ولا يخدم صنعاه في هذه المرحلة وحتى مجرد هذا التصريح صراحة أعتقد أنه يعني أنا برأيي أنه هذا التصريح لا يخدم صنعاه صراحة التحديد بهذه الطريقة لا يخدم صنعاه لأنه هذه المسألة بالذات هذه المسألة بالذات هي صنعاء من احتجز الطائرات واليوم الأخبار تقول أنه صنعاء في هذه الساعات الأخيرة مساء اليوم الخميس أنا نسجل للتاسعة مساء مساء اليوم الخميس التاسعة مساء في أخبار تقول أنه صنعاء قبلت بالإفراج عن الطائرات وعودت المطار للعمل كما كان وهذا هو أصلا الذي كان يعني مسابق إذن ما الذي تغير؟ ما الذي تغير من احتجز الطائرات؟ لا شيء تلي في بعض القرارات التي يتم اتخاذها يبدو أنها تكون قرارات غير مدروسة وتأتي بنتائج عكسية حسب رأي ليست القوة دائما قادرة على حل الملفات العالقة المفاوضات السياسة الدبلوماسية يمكن من خلال هذه المناهج حل بعض الملفات والوصول إلى نتيجة المهم أن أشوف في نهاية الأمر يعني كل طرف يريد أن يحقق بعض النتائج السياسية كل طرف يريد أن يحقق انتصارات سياسية يريد أن يسوق انتصارات سياسية لأنصار اليوم العميد يحيى سريع عندما يكتب ثلاثة أيام متهديد اليوم ستحظى هذه التصريحات باهتمام كبير في صفوف أنصار الله ويعني تسويق هذا التسويق وأنصار الله بارعين في التسويق السياسي وفي العمل الإعلامي بارعين جدا ولكن في نهاية الأمر هل كانت فعلا صنعاء ستستخدم القوة العسكرية أنا باعتقادي لا هي تستطيع ولكن استراتيجيا لو نفهم الأمور بنظرة بعيدة أعرف أنه اللي يشاهدوني من اليمن يعني كل طرف متمركز ومتمترس مع جماعته وبالتالي كل طرف يتبنى فكرة لكن أنا لأنني أنظر الأمور بطريقة أخرى يعني أقول ليس سهل أنه اليوم والله يتجي تقول يلا يا سعودين سنقصفكم يعني السعودين مش مش الحمارة قصير يعني عشان تقصفها يعني السعودية عندها قدرات في نهاية الأمر وتستطيع أن ترد صحيح أنه في بعض الأحيان يعني صنعاء تستطيع وقصفت هي سابقا ولكن ذلك في إطار حرب في إطار الرد والدفاع صحيح أو لا وبالتالي يعني في بعض الأحيان يعني هذه التصريحات يعني هذه التصريحات تحظى بانتشار إعلامي لكن على الأرض الواقع لا يمكن أن تتم على أرض الواقع في مفاوضات على أرض الواقع في تحقيق ما يمكن تحقيقه ولا يمكن تحقيق ما لا يمكن تحقيقه واضحة العملي والدليل على ذلك أنه تم الاتفاق مع صنعاء على عودة الأمور إلى مكانة عودة الطائرات وتسيير الرحلات كما كانت في السابق ما الذي نتج عن هذا كله؟ لا شيء هذا الواقع الآن الموجود على كل هذا رأيي أنا شخصيا والمهم أنه يعود الحجاج المهم أنه بالنسبة لي يستمر مطار صنعاء في العمل وأنه الناس تقضي مشاويرها ومصالحها ولا تعطي المصالح الناس وأنا باعتقادي أنه إذا كل طرف اليوم يبحث عن تحقيق مكاسب سياسية فحقيقة الوضع مش يتعثر أكثر صراحة إذا كل طرف اليوم يبحث عن تحقيق مكاسب سياسية ويكون كل همه تحقيق مكاسب سياسية فيعني الوضع مرجح لأنه يبقى هكذا متعثر إلى أمد طويل صراحة ولذلك أنا براعي يجب أن تكون هناك مسؤولية أكبر عند اليمنيين لحل كل هذه الملفات شكرا لكم على المتابعة وإلى لقاء شكرا لكم على المتابعة وإلى لقاء المتابعة وإلى لقاء شكرا لكم على المتابعة